نظمت مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار الضعيف من تنال منه المخدرات وذلك في المركز التقافي الملكي بحضور مندوب مدير الأمن العام المساعد للقضائية العميد وليد بطاح وبمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين لمديرية الأمن العام في هذا الشأن وأكد العميد بطاح أن مديرية الأمن العام عبر مسيرتها منذ عصور لم تتوانى للحظة لتسخير كافة إمكاناتها المادية والبشرية واللوجستية في مكافحة المخدرات وساعت لتطبيق استراتيجيتها وخططها الشاملة من أجل المحافظة على سلامة المجتمع وخلوه من هذه الآفة الخطرة مضيفاً أن مكافحة المخدرات هي مسؤولية جماعية مشتركة تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية ويجب تضافر الجهود بين كل تلك المؤسسات من أجل سد أي ثغرة يمكن أن تنفذ منها تلك السموم إلى بيوت الأردنيين من جنبه أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة أن ما حققته المملكة من نهوض بجهود استثنائية في مكافحة المخدرات وقضاياها المختلفة من التجار وتهريب وطعاط بات محط تقدير واحترام الجميع كما وقدم جهاز الأمن العام إلى أن وصل إلى ذلك خيرة أبنائه من شهيد ومصاب ونجح على صعيد الوقاية ونشر الوعي بمخاطر تلك الآفة واجتمل الاحتفال على أعمال فنية وأدبية عكست الحقائق المتعلقة بآفة المخدرات وأسباب الانسياق وراءها ووسائل الوقاية منها كما تضمن الحفل عرضا مسرحيا مؤثرا وهادفا طرح معاناة أسرة المدمن وأثر إدمان رب الأسرة على حياة زوجته وأبنائه وأحبائه إضافة لفيلم قصير يصور حقيقة الإدمان والسقوط في وهم المخدرات بسبب رفاق السوء واستعادة المدمن لحياته الطبيعية بمساعدة الأهل والأصدقاء الصادقين والعاملين في مركز علاج الإدمان لدى إدارة مكافحة المخدرات وفي ختام الحفل الذي حضره عدد من ضباط وأفراد مدرية الأمن العام كرم العميد بطاح أسرة وذوي شهداء إدارة مكافحة المخدرات